السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم حسين ميداش موضوعنا اليوم هو How to prepare for a job interview كيف تساعد للمؤابلة الشخصية وهذا ثاني فيديو أتكلم عن هذا الموضوع سأتكلم عن بعض التعبيرات المفيدة التي يمكن أن تسمعها أو يمكن أن تستخدمها in a job interview يبقى هدفنا اليوم Preparation وهو الاستعداد في بعض القوانب الأساسية التي يجب أن تستعدي بها لكي تقدر تقدم أو تقدر تنجح in a job interview in English في مقابلة شخصية باللغة الإنجليزية أنا أتعرف على تعبيرات مهمة إما هتسمعها إما هتستخدمها The first exhibition is take initiative Take initiative كلنا نعرف معناها ومعناها يأخذ بشكل عام initiative معناها مبادرة أو زمام المبادرة So if you are someone who takes initiative لو أنت كنت شخص يتصف بصفة Take initiative You don't wait for someone to ask you to do something لا تنتظرش أما شخص ما يطلب منك أنك تفعل شيئ ما You just do it يعني فقط تفعل هذا الشيء بدون محد يطلبه منك لو استخدمت التعبير اللي هو take initiative To talk about yourself عشان تتكلم عن نفسك ذا هيبين أنه عندك leadership and career growth يعني عندك قيادة أو نتصف بشخصية القيادة and career growth يعني عايز تكبر وتنمو في مهنتك career مهنة growth نمو أو كبر sometimes we will add the word that before initiative أحيانا نضيف كلمة that before initiative listen how we use it in context تعني اسمها كيف نستخدمها في السياق for example أي سبيل مثال We're looking for someone creative who takes initiative We're looking for someone نبحث عن شخص ما creative يعني مبدع who takes initiative يأخذ بزمام الأمور يعني عنده قدرة على القيادة وابتكار أفكار جديدة مثال آخر She talked the initiative and created a project that saved us so much time She talked the initiative يعني قامت بمبادرة and created a project وعملت مشروع that saved us so much time وفّر لنا وقت كبير إذن نعرف take the initiative هو تعبير مهم جدا هتسمعه في top interview هتسمعه في المؤابلة الشخصية الوظيفة أو تستخدمه عشان تتكلم أن الصفة دي متوفرة فيها التعبير الثاني اللي هتكلم عنه هو يعتبر basic exploration تعبير أساسي هتسمعه بشكل كبير جدا in any job any view في أي مؤابلة شخصية الوظيفة هو Go above and beyond Go above and beyond لو كنا نترجمها ترجمة حرفية Go يذهب above and beyond فيما يفوق ذلك كلام يعتبر nonsense لا يوجد أي معنى لكن في أي مقابلة في أي مقابلة ويجب فيما يتعلق بالشغل والوظائف لها معنى عمير جدا ومعنى employee الموظف موظف تعالوا نستخدم Go above and beyond in some examples تعالوا نستخدمها في بعض الأمثلة عشان معناها يوضح The first example أول مثال هو Tell me about a time that you went above and beyond in your previous job Tell me about a time يعني حكيلي عن وقت أو مرة that you went above and beyond يعني عملت فيه أشياء أكثر من مطلوب منك in your previous job في وظيفتك السابقة ده سؤال ممكن تتسألوا في الحالة دي بتحكي عن الأشياء التي عملتها that supposed to be a little extra يعني أشياء إضافية مثال آخر يبين معنا Go above and beyond I try to go above and beyond in everything I do not just at work I try to go above and beyond in everything I do not just at work بحاول أن أنا دائما أعمل أشياء إضافية في كل شيء بأون بي مش فقط في العمل Another example مثال آخر The previous person in your position would always go above and beyond The previous person الشخص السابق in your position الذي كان في وظيفتك would always go above and beyond يعني كان دائما يعمل extra little tasks يعني بيقوم بمهام إضافية أكثر في عمل Now let's move to the third exhibition تعالوا نروح للتعبير الثالث Meet a goal Meet a goal كفعل معناها يقابل ولكن أما تستخدم مع a goal في الوظائف أو في أي شيء في تحقيق هدف بيكون معناها to achieve achieve معناها يحقق to succeed in doing something إنه ينقح في أداء شيء ما إذن meet a goal مش هترجم هقول يقابل هدف كلام مالوش معنى meet a goal means to achieve إنك تنقذ إنك تحقق هدف معين إنك تنقح في أداء شيء معين The verb meet has so many uses الفعلي meet اللي استخدمات كثيرة جدا ولكن ما استخدمه in job experience في خبرة العمل أو التكلم أو التحدث عن العمل We are talking about finishing things بنتكلم عن إنهاء الأشياء أو تحقيق أهداف في العمل ومش بستخدم meet بس مع كلمة goal أيضا بستخدمها مع كلمات أخرى meet requirements معناها ينقذ المطلوب منه or meet needs معناها يؤدي أو ينجع في عمل اللي أيضا صاحب العمل محتاج إنه هو أو محتاج من الموظف إنه هو يؤديه ممكن أقول مثلا meet criteria اللي هو يكون مطابق للمعايير أو ماشي على حسب المعايير أو ينجز المطلوب منه طبقا للمعايير إذا نقدر أقول meet a goal meet requirements meet needs meet criteria نرجع إلى meet a goal meet a goal المقصود بها you are able to accomplish أنك أدير أنك تنجز the thing that you were asked to do or need to do تنجز الأشياء التي طلب منك أنك تفعلها أو أنك محتاج تفعلها meet a goal نرجع إلى الكلمات الأساسية التي دائما تستخدم مع كلمة meet في الوظائف كلمة deadline deadline المقصود بها تاريخ أو موعد محدد لتسليم عمل مطلوب منك when you meet deadlines when you meet deadlines المقصود بها you submit or send something on the day that always do أنك submit يعني بتسلم شيء في التاريخ المحدد في اليوم المحدد the day that was due do المقصود بها نقطة محددة أو تاريخ محدد من الكلمات الأساسية أيضاً التي أستخدمها مع meet expectations expectations المقصود بها that you satisfy your employers أن أنت مرضي أو بترضي اللي هم your employers أصحاب العمل معنى أنك تفعل الشيء المطلوب منك meet expectations دائماً نستخدم مع meet a goal fail to meet a goal or able to meet a goal fail to meet a goal يعني فشل في تحقيق أهدافه أو إنجاز عمله or able to meet a goal أو قادر أنه ينجز هدفه أو عمله إذاً دائماً بستخدم مع meet a goal fail to meet a goal or able to meet a goal نسمى مع بعض مثالي وضح meet a goal being able to meet goals is necessary if you want to work here being able to meet goals يعني قدرتك على تحقيق أهدافك is necessary يعني هو ضروري if you want to work here إذا أردت أن تعمل هنا مثال آخر يوضح معنى meet expectations I was really excited about the job it totally met my expectations I was really excited about the job كنت متحمس لها هذه الوظيفة it totally يعني بشكل كامل meet my expectations يعني كانت مرضية بالنسبة لي آخر تعبير هكلم عنه هو make a bigger contribution contribution معنى مساهمة make a bigger contribution يعني يكون بمساهمة أكثر مش المقصود بها كده المقصود بها أنك شخص responsible شخص مسؤول and you want to take more responsibilities وعايز يكون عندك مسؤوليات أكبر دائما بستخدم ده أنا بتسأل عن سبب تركي للوظيفة السابقة لو عايز أتكلم عن سبب تركي الوظيفة السابقة بكلام مقنع تقدر تقول I want to make a bigger contribution يعني عايز أتحمل مسؤوليات أكثر أو يكون عندي higher position أو وظيفة أعلى ده معنى make a bigger contribution معناه أيضا that you want to roll أنك عايز دور that you can make a bigger impact إنك تقدر تقوم بتأثير كبير فيه عايز دور أكبر you want a bigger role تقدر أيضا تستخدم التعبير ده to show that you want the company to grow and thrive عشان تبعي أنك عايز الشركة the company to grow and thrive إنها تكبر وتزدهر مهم جدا أنك تعرف التعبير ده make a bigger contribution مثالي يوضح معنى make a bigger contribution it's time for me to make a bigger contribution it's time for me يعني حان الأوان أو الوقت بالنسبة لي to make a bigger contribution means to have a role to have a role that has an impact on the company إنه كل يدور لتأثير فيه الشركة ده معنى make a bigger contribution وصلنا لنهاية الفيديو وأقدر أقول لك إن الأمثلة والجمل اللي تكلمنا عنها هي تعتبر أساسية جدا ومش محتاج إن انت يكون مستواك advanced يعني يكون متطور أو عالي عشان تعرفه بالتدريب وrepeat it over and over والتكرار مرارا وتكرارا هتوصل إنك تتعمك في معنى متعرفهم وتقدر تتكلم ببساطة in any job any view ولسه للموضوع بقية في فترة قريبة إن شاء الله أشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر